السلام عليكم محبي وعشاق القلعة الحمراء نادي أهلي حلب للمرة الثالثة على التوالي والخمسطعش بتاريخه رسميا فريق شباب أهلي حلب أبطال الدوري السوري لفئة الشباب وألف مبروك لكل شخص ساهم بنجاح هذا الفريق رح نكي شوية تفاصيل عن المباراة والتتويج فريق الأهلي والألقاب الخمسطعش بتاريخه وكما رسالة صغيرة لأتحاد الكرة ولصلاح رمضان الأستاذ صلاح رمضان مع حز الألقاب هذا الفريق فريق أهلي حلب ما باستحق تتويج رسمي من الصوائل آخره مش هل نعطيكم شوية تفاصيل وكلام كتير مهم بتمنى دعمونا الفيديو بلايك واشتركوا بالقناة وفعلوا نزل الجرس وكمان أحبانا وأصدقان على فيسبوك باعرف انتوه التفعال كتير كبير دعمونا الفيديو بلايك وحاولوا وشاركوا على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة على جروبات الفيسبوك فايزن ألف مبروك لفريق أهلي حلب بتتويج بلقبة دوري سوري لفئة الشباب للمرة الثالثة على التوالي تخيل معي عزيزي المتابع والخمسطعش بتاريخه وكمان هاردلة كتير كبيرة لكل عشاق ومحبي نادي جبلة الفريق المشتهب اللي يعمل اللي عليه ولكن يكون اللي مشتهد النصيب كمان هن يجتهدوا لعبه ووصلوا لهدفهم ولكن ان شاء الله تعالى بتعودوها بالمواسم القادمة لأنه عن تكون فريق وخامات جيدة جدا وطبعا لازم نشكر كل شخص سهم بنجاح فريق إن كان رئيس النادي من أعضاء الكرة مدير الفريق وخاصة المكتب الإعلامي طراحها تحية كتير كبيرة للأخوان بالمكتب الإعلامي يلي عم يقدموا جهد جبار بالنادي بشكل كامل مو أنه فريق الشباب ولا الرجال لأ إن كان في سلة قدم أي لعبة تانية عم يعودوا تغطية رائعة جدا من تصوير فيديوهات بثوث مباشر يعطيهم العافية على الجهد الكبير طبعا المباراة انتهت لصالح فريق أهلي أربعة اثنين مباراة كانت حلوة فيها أهداف رائعة أكيد بتشوف الملخص علاقة أهلي حلب على اليوتيوب المهم فريق مش تهد فريق عم يحارز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والخمسة عشر بتاريخه طب حدا سأل حاله ليش عم يحقق ألقاب دوري سوري للموسم الثالث على التوالي والخمسة عشر بتاريخه معنا نتعب فيه شيء صح بقواعد النادي فيه اهتمام كل لعب يشتغل ليطالع فريق الأهلي من أزماته الماضية ولكن وقت اللعب نوصل لفريق الرجال يا جماعة يا عشاق ومحبي ورئاسة أنني والله اهتموا بالقواعد قدر الإمكان أنتم من بحاجة لعبين تشتروا لعبين وتكلفوا نادي أعباء مالية زيادة لا فيه أنتم خامات اهتموا بهذه الخامات والله أنتم بتصيروا تبيعوا اللاعبين للأندي أنتم من بحاجة لعبين اهتمام أكتر والله يشوفوا يعني رغم الإمكانيات المتواضعة ورغم الظروف المعنشة ولكن هون عم يطلع لعبين وعم نشوف لعبين على مستوى كتير عالي بفريق الشباب نشوف زكريا رمضان اللي هداف الدوري ولكن الموقت اللعب يوصلوا للمنتخب كمان فيه مشكلة يا جماعة شو الأسباب اللاعبين من نادي الأهلي من نادي الكرامة نادي شرين نادي الوحدة نادي الجيش ووقت اللعب وصلوا للمنتخبات إن كان شباب ولا ناشئين فيه مشكلة شو هالمشكلة والله غير الله سبحانه وتسعاله ما حدا بيعلمه خاليني أحكي شوية صغيرة أرجع للماضي الجميل ما قبل 2010 دائما المنتخبات السورية بفاقة العمريين كان الشباب ولا ناشئين كان يوصلوا لكأس العالم بهدول الشباب بالمدربين المحليين بلاعبين المحليين مين كان يعرف قبل والله في اللعب مغترب باليابان ولا بالصين ولا بأمريكا ولا بالأرجنتين مين كان يعرف والله ما حدا كان يعرف ولكن اليوم من أبناء النادي كنا نوصل من أبناء نادي الاتحاد نادي الكرامة نادي الجيش نادي الوحدة وإلى آخره كانوا يوصلوا لكأس العالم وكانوا يقدموا كمستوات جميلة وكانوا يقدموا أداء عالي بكأس أسيا للشباب ولا لناشئين طب اليوم شو اللي صار عم نجيب لعبين مدربين فيه شي غلط وقت الانتقاء باللعبين فيه شي غلط بما مضى ما قبل 2010 كان فيه شوية ضمير وشوية ناموس لرؤساء اتحادات المتعاقبة كان فيه شوية ضمير وناموس يعني ينتقوا اللاعبين بقلوا المدرب على حاجة وكان فيه وسط ما بنختلفه ولكن الانتقاء كان بشكل أفضل اليوم فيه شي غلط ومع أنه اللاعب عم ياخد أكتر منه اللازم عدد المؤخذة المهم طب رسالتي لاتحاد الكرة ولا أستاذ صلاح لمضاد طب هذا الفريق المجتهد ينافسه ولعب وسافر ورجع مسافاته طويلة هذا واجب طبعا على الفريق ولكن بالنهاية ألا يستحق التتويج بشكل رسمي يكون فيه منصة رسمية ألعاب نارية مسؤولين طب ليش ليش اللاموبالات طب هذا اللاعب الشام إذا شاف رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الرياضي العام بين قوسين وشاف منصة التتويج وأعلامه شي وشوي طب هذا رح يعطي حافز أكبر للعب لا والله وقت اللي بنشوف عضو أو عضو من اتحاد الكرة يعني جمان هيك على حامش الفيديو الكابتن مارك فودي كان عم يلبس اللعيبة الميداليات يعني مرافو شي حلو كان أكيد عينوا على اللعيبة فأقل الشي كان بدون اهتمام رسمي تتويج رسمي يعني يقدموا شيء لهذا الفريق المجتهد فمبروك لعشاق القلعة الحمراء الفريق المجتهد إن شاء الله توصلوا له هدفكم كل اللعيبة الإدارة الكادر الإعلامي الفني الإدارة إلى آخره وفريق جبري حالد لك لكم تعودوها إن شاء الله بالمواصم القادمة هذا فيديو اليوم حبينا نشارك مع بعضنا أفراح فريق أهلي حلب مع عبد المهور السلام عليكم أفضل خير متابعين كبت خالد نسلم على حيب الجبل لأني هنا لهم عم تصور ودرسلون نسلم عليهم كبتن خالد يوم يعني الناشئي والشباب اليوم الكبتن خالد عريان هو حائز اللقب على دورة العام الماضية مش نحكي على الفرحة الحلوة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كان واقف معنا وتوّجنا بطولة الدوري كانوا أولادنا أبطال كانوا اللحيبة رجيل كانوا بالمرحلة بالدوري بالمراحل الزهاب بالقياب بالمباراة النهائية بالتجمع بالمباراة الأولى والتانية كانوا أبطال أثبتوا أثبتوا أنه نادي الاتحاد أثبتوا أنه نادي الاتحاد مدرسة كبيرة مفرخة 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 للنجوم إن شاء الله مفرخة للنجوم إن شاء الله هذا الفريق إن شاء الله مستقبل نادي الاتحاد مستقبل نادي الاتحاد في الأيام القادمة بنهدي هذا الفوز للجمهور الكبير لكل شي واحد بيحب النادي لكل شي واحد وقف معنا بهالمرحلة بفترة الدوري كل شي واحد وقف مع الفريق بنهدي هذا الفوز ونتمنى ان شاء الله الايام القادمة فترة بطولات وحظة بطولات ان شاء الله للنادي بالمستقبل ان شاء الله كل ايامنا بطولات ونادي الاتحاد نادي بطولات ان شاء الله الله يبارك كنت يوسف شيخ العشرة يعني عشتوا جيل قبل جيل بعد شفتوا يعني ما في احنا من التتويت والانتصار طبعا وخصوصا في نادي الاكتحاد يعني نحن عشنا عشنا كذا يعني 15 سنة والحمد لله اليوم يعني الشباب فرحونا ورجعونا الذكريات اجتهدوا اشتغلوا احالن تعبوا ما اصروا كانوا رجال حبوا للنادي كان كبير وتوجهوا بطول دوري وان شاء الله القادم يعني قادم ما بقوله اعظم ان شاء الله في عنا جيل طالع يعني ان شاء الله بالمستقبل بالمستقبل يعني رح يفض لعبين لفريق الرجال لفريق شباب نجوم على مستوى الاتحاد مدرسة فعلا الاتحاد مدرسة الاهلي مدرسة اللي غنى الاهلي مدرسة يعني فعلا الاهلي مدرسة وان شاء الله القادم اعظم ان شاء الله